نكمل الحر الليلة من ملف خطاب حالة الاتحاد وردود الفعل حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في الخطاب السنوي عن حالة الاتحاد أن الحرية الديمقراطية تتعرض لهجمات داخلية وخارجية كما حض بايدن الكونغرس على إقرار المساعدات المخصصة لأوكرانيا من أجل وقف بوتين متهما سلفه دونالد ترامب بالخضوع لسيد الكريملين مضيفا أنه لن ينحني لبوتين ما هي أبرز ردود الفعل الداخلية والخارجية من خطاب حالة الاتحاد هل كانت رسائل بايدن الانتخابية مطمئنة ما هي الانتقادات التي يراها الجمهوريون في خطاب الرئيس وهل حرس بايدن على إيجاد حلول لأبرز القضايا العالمية كثيرا هي الأسئلة التي صاحبت خطاب حالة الاتحاد الثالث من عمر إدارة الرئيس بايدن بعضها كان يتعلق بقدرته على الذهاب إلى ولاية تانية خاصة على مستوى العمر والحالة الصحية وبشكل أكثر الحدة الدهنية بعضها الآخر كان يتعلق بخياراته فيما يتصل بسياساته الداخلية وأداء اقتصاده حتى الآن والبعض الآخر أيضا كان يتعلق بتلك الخيارات التي ترتبط بسياساته الخارجية خاصة وأن إدارته شهدت حربين في جزئين مختلفين من العالم لكنها كانت على صلة مباشرة بهما في كل من أوكرانيا وغزة ونحن نواجه تحديات الداخل نحن نواجه كذلك أزمات الخارج بما في ذلك الشرق الأوسط أعرف جيدا أن شهر الخمسة الأخيرة كانت صعبة وشاقة على الكثير من الإسرائيليين والفلسطينيين وهو يحاول تقديم تلك الإجابات عن تلك الأسئلة سواء منها التي سبقت الخطاب أو التي صاحبت الخطاب تحدث بايدن برؤية أرادها أن تكون واضحة فيما تعلق بقضايا الداخل سواء تلك التي ارتبطت بقضية حماية الديمقراطية والحرية كما قال أو تلك التي ارتبطت بحماية حقوق النساء فيما يتعلق بالإجهاد وغيره وقوة النساء الأمريكيات في حزم السباق الرئاسي القادم كما فعلنا في الرئاسيات الأخيرة أو تلك القضية التي قدمها بصورة كانت واضحة جدا أنها تدعو للفخر من وجهة نظره عندما تحدث عن الوظائف وعندما تحدث عن تراجع التضخم وعندما تحدث عن إعادة إطلاق البنية التحتية في كامل الولايات المتحدة أعرف قصة أمريكا شاهدت لمرات ولمرات تضحيات الذين يقاتلون في الأرض حماية لروح أمتنا بسبب ذلك الصراع بين الذين يريدون إعادة أمريكا إلى الوراء ومن يريدون أخذها إلى المستقبل حاول بايدن أيضا في الخطاب تقديم نفسه بصورة جديدة للأمريكيين من اليافعين والشباب عندما تحدث على أن القدم ليس في الأعمار ولكن القدم في الأفكار مسألة أخرى طرحها الرجل عندما تحدث عن تحديات الأجيال الحاضرة والقادمة وقال أنه على قراءة جيدة للمستقبل رابح فلالي الحرة مبنى الكونغرس واشنطن ما هنا لبناقشة هذا الموضوع من ساوث كارولينا أندري باور نائب الحاكم السابق لولاية ساوث كارولينا معنا من واشنطن ماركوس بورد أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاورد أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد أندري قيل بأن الرئيس الأمريكي استعدى كثيرا لهذا الخطاب خطاب حالة الاتحاد هل نجح بتقديم نفسه بالصورة التي أرادها من ناحية القوة والتمسك بالمواقف سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي قدم نفسه على أنه قوي وقدم نفسه بطريقة قوية وأراد التأكد من أن قاعدته تقف معه أنا ذهبت إلى مؤتمر الديمقراطيين في 2016 ورأيت تهم يقطعون الكهرباء عن مايكروفون بيرني للتأكد من أنه هو المرشح أي بايدن هو المرشح وخطابه لقى صدى لدى قاعدته الانتخابية لا أعتقد أنها جلبت إليه مستقلين وجمهوريين ولكن آخذين بعين الاعتبار قوة الخطاب والسؤال لماذا لا يقوم بذلك في إدارته عندما تحدث عن أشياء قام بإنجازها لو كان يحاول أن يصل إلى قاعدته الانتخابية فقد وصل إليها نعم سيد ماركوس رغم قوة هذا الخطاب لكنه لم يصل إلا لقاعدته الانتخابية لم يصل للجمهوريين لم يصل للأطراف التي تكون بين بين أو المتأرجحين برأيك كيف تقيم ردود الأفعال حتى الآن فيما يتعلق بخطاب الرئيس وهل ما قاله كان مطمئنا أعتقد أنه يواجه الكثير من التحديات واضح من خطاب حالة الاتحاد أنه أراد مخاطبة من وقف ضد بعض قراراته كرئيس وأراد أن يحشد قاعدته ولكن القدرة على ذلك الآن محدودة جدا حقيقة الأمر أن الإعلام الاجتماعي والتقارير الإخبارية وضحت أن هناك مقاومة لسياساته خاصة في غزة وأيضا التناقض بين غزة وأوكرانيا الناس متضايقون جدا من الأجور والأسعار أسعار المواد الغذائية ارتفعت جدا وتكلفة المعيشة اليومية ارتفعت هو حاول أن يستخدم نفس النقاط التي استخدمها من سبقوه خاصة الرئيس أوباما وهو نفسه في 2020 السؤال هل هذا سيكون فعالا؟ الإدارة قامت بعمل جيد في قضايا يومية أخرى مثلا قامت بعمل جيد في التطرق لأسعار الأدوية العلاقة بين المستأجر والمالك ولكن القضايا الرئيسية لا تزال لم تجد إجابات إذن هناك تحدي يواجه الإدارة وليس من الواضح أن الخطاب سيكون فعالا نعم ولكن وأعود مرة أخرى إليك سيد أندريم ما قاله الرئيس بايدن وهنا نعود لمن استهدفهم ولمن وصل إليهم هو قدم نفسه بصورة جديدة قال القدم هي هو ليس بالأعمار وإنما بالأفكار وهناك من يقول بأنه لربما شريحة الشباب ليست من المتحمسين للرئيس الأمريكي هل برأيك هذه القوى التي ظهر فيها الموضوعات التي طرحها لربما تقرب وجهة النظر هذه بأن لديه الخبرة والحكمة وليس العمر هو الأساس أنا أتفق المسألة ليست العمر وإنما القدرة على تحقيق إنجازات للشعب الأمريكي هناك عدة أشياء حاول أن يوضحها ربما بعض الأشياء التي فعلها تجد صدى لها لقد حاول مناشدة النساء وأعتقد أنه نجح في ذلك ولكن الأصوات المتأرجحة الناس الذين يقررون نتيجة الانتخابات لو سألتهم هل أنتم أفضل الآن عما كنتم عليه قبل أربع سنوات ربما سيقولون أنهم يدفعون أكثر للمحروقات والمواد الغذائية والتضخم أعلى ومن الصعب القيام بالعمل لو قارننا بين شراء المحروقات هنا أو في دول أخرى لرأينا فرقا إذن نحتاج إلى المزيد من القوانين ترامب كان أمامه الكثير من القوانين التي وضعت ولكن الرئيس حاول أن يوقف الهجرة ولكنه لا يجد صدى لدى الأصوات المتأرجحة أعتقد أنه حاول في الليلة الماضية العودة ومناشدة قاعدته ولكن عليه أن يغير بعض الأشياء ما بين الآن وشهر نوفمبر إذا أراد أن يكون لاعبا أساسيا في هذا السباق على ماذا يجب التركيز إذا كان البعض وحضرتك لا توافق على ذلك وتتحدث عن تراجع في الاقتصاد وتراجع أيضا ارتفاع في أسعار المحروقات وهذا يرد كما يقول الكثر من السياسين ومن الإدارة الأمريكية أيضا لأسباب لربما خارجية لربما أيضا لها علاقة بالتطورات العالمية ولكن بطبيعة الحال يقال بأن هناك تطور من ناحية الاقتصادية في البلاد وهناك أيضا القضايا الرئيسية التي لربما تهم المواطن الأمريكي منها موضوع الهجرة ومنها موضوع الإجهاد وحق النساء البعض لم يلحق بالركب الهجرة غير القانونية هي الأعلى لم تكن أبدا بمثل هذا السوق لقد تخلصوا من كل الآليات التي كانت تضمن عدم دخول هؤلاء نحتاج إلى المزيد أو وضعنا الكثير من المال في بناء السيارات الكهربائية التي لا يشتريها أحد في الواقع هم مستمرون أو الميزانية الآن 34 تريليون دولار هو يقول أنه خفض الميزانية كيف؟ هذا لم يحدث نحن مستمرون في الإنفاق بدون أي سيطرة على الإنفاق الناس يقولون لك أنهم في وضع أسوأ هو يمكن أن يقول أي شيء يريده ولكن الأرقام لا تعكس حقيقة ما يقوله لو ألقينا نظرة على استطلاعات الرأي لرأينا أنه يتراجع أو أن شعبيته تتراجع الناس تشعر بأنهم يدفعون أسعار أعلى مما كان نعم سيد ماركوس القضايا الرئيسية الثلاث الاقتصاد الهجرة هذه القضايا التي لربما تكون هي العامل الحاسم والواضح في الفترة القادمة طالما أن المواجهة على ما يبدو سوف تتكرر مرة أخرى بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب ولكن هذه القضايا هي التي ستكون العنوان الأبرز الاقتصاد والهجرة وأيضا موضوع الإجهاض أعتقد أن هذه مهمة لا يمكن أن ننسى الحرب في غزة والإبادة الجماعية نعم سوف نأتي على الملفات الخارجية بعد قليل ولكن الآن كي نبقى في الملفات الداخلية بالتأكيد أحد التحديات بالنسبة للهجرة هي أن بايدن انتقل إلى خانة اليمين وذلك للعمل مع الجمهوريين وهذا لا يعجب قاعدته الانتخابية بالنسبة للاقتصاد هذه قضايا عالمية وهي انعكاس للجائحة وليست أشياء بالضرورة ستحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية هناك من يدفع باتجاه تحسين الأوضاع المعيشية ووضع المرأة آمل أن يتمكن من جمع أصوات النساء بطريقة تمكنه من المضي قدما إلى الأمام والحصول على المزيد من أصوات البيض سوف يتمكن من الحصول على دعم أكثر هناك ولكن محليا لا تزال هناك تساؤلات هل إدارة بايدن تستغل القضايا المهمة بالنسبة للناس نعم أريد أن أسأل عن القضايا الأخرى كما جئت على ذكرها القضايا الخارجية يقال بأن هناك تراجع في شعبية الرئيس جو بايدن خاصة لدى العرب وأيضا لدى الأمريكيين من أصول إفريقية هل لهذه القضايا الخارجية خاصة تطورات في قطاع غزة سوف تكون حاضرة وهي كانت حاضرة من خلال إعلانه عن إنشاء ميناء من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ونتيجة للظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة أعتقد أن مقاربته هي محاولة إقناع الناس بالثقة به في هذا الموضوع يبدو أن هذا جاء متأخرا والدعم في أوساط الأمريكيين من أصول إفريقية أعتقد أن هذا الدعم لا يزال موجود هناك من يصوت إلى جانب المحافظين أو الحزب الجمهوري ولكن هذا لم يتغير كثيرا هناك أناس يقولون إنهم سينتقلون من الحزب نتيجة لأحداث غزة هناك أناس لن يصوت إلى ترامب ولكن سيكون لهم موقف تجاه بايدن هؤلاء أو هذا سيكون موضوعا بالنسبة لهم في نفس الوقت يجب أن نتذكر أن الحزب الجمهوري أيضا منقسم هناك ناخبون يقولون ترامب أو لا أحد وهناك من لا يريد أن يصوت له أعتقد أن أحد أكبر التحديات هو انقسام الناخبين في الحزبين خاصة هناك قضايا تمس اليسار واليمين أيضا نعم سيد أندريل القضايا الخارجية إلى أي مدى هي موجودة وحازمة وحاسمة في هذا السباق الذي سوف نشهده في الفترة القادمة ولكن في خطاب الرئيس هناك تأكيد على القضايا الخارجية وإدارته هي تؤكد على عندما عاد مثلا أو عندما تولى الرئاسة هو أكد على أن الولايات المتحدة تعود مرة أخرى إلى دورها الدولي والعالمي في حين أن ترامب كان يؤكد على فكرة أمريكا أولا هذا الموقف المختلف إلى أي مدى لربما يكون مؤثرا وواقعيا وموجودا سواء الآن أو في السباق الانتخاب القادم عدة نقاط واحد أنا أتفق مع الزميل ولا أعتقد أن هذا الموضوع في قائمة أو في أعلى سلم القضايا التي ينتخب الناس على أساسها من الصعبة نقول أن بايدن يقود بينما الرئيس السابق ترامب في عهده لم يكن هناك أي حرب كانت الناس تخشى أن تكون هناك حروب وأن يبدأ ترامب الحرب مع كوريا الشمالية هذا لم يحدث لم تحدث هذه المشكلة لم تكن هناك حروب مع دول أخرى وبعد أن قلت هذا أعتقد أن هذا الموضوع سيكون موضوعا أساسيا ولكن ليس بهذا الحجم الرئيس الحالي في الواقع وضع فكرة جيدة خاصة بالنسبة لموضوع غزة الموقف صعب هناك الرئيس ترامب عندما ساعد على الوصول إلى اتفاقيات إبراهام أعاد عملية السلام وأنت على حق ميشيغان الموضوع هذا أو القضية هذه لعبت دورا أساسيا ولكن سيكون هناك تأثير لهذه القضايا لو كان هناك مرشح طرف ثالث أنا شخصيا استمعت إلى روبرت كينيدي وأعتقد أن لديه أفكار جيدة حول عدة قضايا وإذا أصبح مرشح الحزب الثالث فسيسحب أصوات من ترامب ولكن سيسحب أصوات أكثر من بايدن واضح شكرا جزيلا لك من ساوث كارولينا أندري باور نائب الحاكم السابق لولاية ساوث كارولينا شكرا أيضا لضيفنا من واشنطن ماركوس بورد أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاورد شكرا لك إذن مشاهدين نصحبكم الآن في جولة في الصحافة الأمريكية وما نشرته حول ردود الفعل إذا أخطى بحالة الاتحاد الذي ألقاه أمس الرئيس جو بايدن البداية مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال بعنوان بايدن يواجه بتحد ترامب والمشككين فيه قال فيه إن بايدن كان مختلفا في هذا الخطاب وبدى فيه متحديا وجريئا مضيفة أنه كرر هجمات على منافسه في الانتخابات المقبلة ومشرعي المعارضة الجالسين أمامه وقالت إن بايدن استغل المناسبة ليبين قدرته على المطاولة وحيويته وسط هتافات سخرية من الجمهوريين ونبقى أيضا مع نيويورك تايمز ومقال بعنوان الوجوه العديدة لرئيس مجلس نواب جديد أظهرت أن كل شيء إلا لاستحسان تطرقت فيه لردود الفعل التي عكسها وجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون وهو يجلس خلف الرئيس أثناء خطاب حالة الاتحاد وقالت إن حاجبيه قالت إن حاجبيه ارتفع وانخفض وزم شفتيه ولم يستطع أن يقرر ما إذا كان ينبغي أن يقف أو أن يبتسم أو أن يعبس وأشارت إلى حرمان الرئيس بايدن لي جونسون من فرصة تقديمه للجمهور قبل إلقاء الخطاب لكن بايدن وبعد إلقاء التحية على جونسون ألقى خطابه مباشرة من دون تقديم نتحول إلى صحيفة واشنطن بوست ومقال بعنوان بايدن يلقي خطاب حالة الاتحاد بنبرة سياسية نارية قالت فيه إنه برر في ترشحه لولاية ثانية وهاجم الرئيس السابق دونالد ترامب على اعتبار أنه يمثل تهديدا لحقوق الأفراد والحريات والديمقراطية وأشارت فيه إلى الاشتباكات الكلامية التي شهدها الخطاب بين الرئيس ومشرعين جمهوريين ومحاولاته للتركيز على الخلافات السياسية المتعلقة بقضايا الاقتصاد والهجرة والإجهاد الختام مع صحيفة وولستريت جورنال ومقال بعنوان بايدن وترامب يتحدثان في خطابين عن رؤيتين لأمريكا تطرقت فيه للفروقات التي اعتردت خطابي بايدن وترامب عن وضع البلاد الصحيفة قالت أن بايدن صور أمريكا على أنها تأخذ خطوات تقدم ثابتا نحو مستقبل لزهار مشترك أما ترامب فقال أن الولايات المتحدة وولاياتها ومدنها تحتضر وأضافت أن الخطابين يمثلان رؤيتين متعاكستين مشيرة إلى أن نبرتيهما تمثلان افتتاحية حملة انتخابية يصعب التنبؤ بمن سيفوز فيها موسيقى